اشتركوا في القناة السؤال اللي يطرح نفسه في الديفنيشن او السؤال اللي يطرح نفسه هنا اللي هو نحدده هنا ونكتب السؤال الاول what is a plural space what is a plural space والسؤال الثاني how is the air accumulation in the plural space كيف الهواء يتجمع inside the plural space how is the air accumulation in the plural space plural space هذي اول سؤالين اذا حاب انك تكتبها في ورقة اذا حاب انك تمشي مع السلايدات ايضا ما عندك مشكلة فراح نروح حاليا للسلايد الثاني اللي هو plural space plural space is the space between the tubal mineral layer known as visceral and paratial and when there is air accumulation in the plural space لما يتجمع عند الهواء inside the plural space هذا اللي راح يسبب للنيمو ثوركس this what will cause the nemothorكس طيب احد الهن يقول لي اخي ما فهمت عليك او انا ما افهم للديفنيشن بشكل كبير راح نشرحها بالصور بشكل افضل لانها راح توصل لنا الفكرة اللي تحصل او الحالة اللي تحصل مع النيمو ثوركس this is the trachea هذه الرئة اليمنى الرئة اليسرى طبعا انا حاليا راح احدد الرئة باللون الاخضر this is the lung وراح ناخذ اللون الازرق دائما الفيسرى اللير الي هو الغطاء الاول او نخلونا نقول الغلاف الاول راح يكون مرتبط بشكل مباشر باللينج this is the lung هذه الرئة حاليا نكتب هنا الرئة الي هي باللون الاخضر الفيسرى اللير راح يكون دائما مرتبط بها بشكل هذا تمام طيب ولا بالرئة الوين راح يكون راح يكون مرتبط بالمسلز وبالربس بالشكل هذا لو نلاحظ راح يكون في مساحة بينهم اللي هو بين الغطاء اين الغطاء الاول والغطاء الثاني طيب ماذا تسمى هذه المساحة هذه هي البلورال سبيس ودائما البلورال سبيس تكون معباء بالفلود لبريكنت فلود خلونا نكون مرتبط بالسفين لبريكنت فلود سن لبريكنت فلود ف this is the fissurel fissurel والخارجي راح يكون راتيل layer in between them المساحة اللي راح تكون بينهم هي اللي تسمى عندنا البلورال سبيس بلورال سبيس دائما البلورال سبيس مثل ما ذكرت اللي راح تكون لبريكنت فلود أو اللبريكنت فلود ما فيها هواء ما فيها air ما فيها غاز نهائيا فلما يتجمع عندي الغاز أو الهواء عند البلورال سبيس مثل ما نشوف الصور الثانية هذه النورمل this is normal lung and this is collabs lung or pneumothorax الهواء لما يتجمع عندي في البلورال سبيس راح يصير لي collapse لل lung اللي فيها المثوركس لأنه it will push the lung الهواء it will push the lung and it will cause the collapse of the lung طيب كم عندي classification of the nemothorax كم عندي نوع من المثوركس كيف أقدر أصنفها نروح للسلايد اللي بعده classification of neemothorax ناخد اللون الثاني أفضل عشان ما نلخبط النوع الأول اللي هو spontaneous neemothorax spontaneous neemothorax نعني بهذه الجملة انه non traumatic non traumatic نعني مرة أخرى بهذه الجملة ان ال patient ما جاك من car accident ولا هو جايك من حادث ما هو جاي من مشكلة أو عنده مثلا إصابة في صدره طايح على صدره مثلا من الدور الثاني في حديدة لا سمح الله دخلت في صدره لا سمح الله حصلت لها مشكلة مع الشخص وضربه بسكين أو شيء حادث في صدره ال patient it was ok كان سليم ما في أي مشكلة جاك ال ER يشتكي من أعراض مشابه للنيمothorax سويتوله x-ray واتضح معاكم انه عنده نيمothorax طيب ماذا تسمى تسمى spontaneous neemothorax in general طيب ابغاه specific ابغاه اكون مرة محدد او مرة مركز فراح spontaneous neemothorax راح تنفصل الى جزئين الجزء الاول راح يكون اللي هو نقول A primary spontaneous neemothorax primary spontaneous neemothorax طيب ما هو primary spontaneous neemothorax بمعنى اخر there is no lung disease المريض لا يعاني من اي امراض رئوية or history of thoracic trauma المريض ما كان لحادث قبل شهرين ما صار له المشكلة قبل شهرين يعني كانت اموره تمام ولكنه لا يعاني من امراض في الرئة ولا حصل له في السابق قبل شهر قبل شهرين قبل خمس شهور حادث او اصابة في الرئة او اصابة في الصدر بشكل كامل طيب ما هو الاسباب what are the causes او ما هي الاسباب اللي سببت لي primary spontaneous neemothorax ال commonly cause او الاسباب الرائجة دائما في primary spontaneous neemothorax اللي هي small emphysematous pulla يمكن اول مرة تسمعون فيها or pleural pleb عشان ابسطلكم اياها بشكل مبسط ويفضل انكم تقرون عنها عشان تصيرون مرة ديف فيها وتوصل لكم الفكرة بشكل كامل انا رح اعطيكم الان يعني تبسيط عنها البلب او البولة هو عبارة عن كيس انا رح امثله ككيس عبارة عن كيس ممتلئ بالهواء ابو في الفيسرال هذا الانج هذا الانج هذا الانج الفيسرال لاير مثل ما ذكرت لكم هو مرتبط دائما او ملتصق بالرئة فيحصل عندي زي النتوء زي النتوءات اللي هو هذي حاليا هذي بولة بولة دائما تكون بشكل اكبر من البلب مثل ما تشوفون حاول حددتها الان inside it داخلها ما رح يكون يعني باس او رح يكون فلود لا رح يكون عبارة عن هواء اللي هو air فلما يحصل لا سمح الله ربتشر ان ذا بولة رح يصير عندي ليكينجلي الاير اللي inside it رح يصير عندي ليكينجلي الاير that inside the بولة او البلب وين رح يروح رح يروح للبلورال سبيس فلما يتجمع عندي الاير ان ذا بلورال سبيس هذا رح يسبب للنيمو ثوركس بس احنا دائما صنفنا هذا النوع من النيمو ثوركس اللي هو primary spontaneous نيمو ثوركس طيب ما هو النوع الثاني او التصنيف الثاني من spontaneous اللي هو رح يكون نحدد عليه هنا secondary spontaneous نيمو ثوركس فعشان ما اللي اخبط محددتنا عليها كان عندنا في الاول النوع الاول general اللي هو spontaneous اللي هو non traumatic ينفصل الى جزئين الجزء الاول رح يكون عندي primary spontaneous نيمو ثوركس والجزء الثاني رح يكون عندي اللي هو secondary spontaneous نيمو ثوركس secondary spontaneous نيمو ثوركس تعني ان المريض يعاني من مرض مزمن او يعاني من مرض رئوي underlying abnormality is present بمعنى واضح ان المريض يعاني من disease وداعم من disease يكون underlying يعني طيب the most frequent underlying disorder are chronic obstructive pulmonary disease مثال عليها الازمة cystic fibrosis emphysema chronic bronchitis 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 طيب ما هو الجزء الثاني من النيمو ثوركس اللي هو traumatic الجزء الاول قلنا spontaneous non traumatic المريض ما هو جاي من حادث المريض ما حصل له مشكلة وطاح على صدره او جاي مثلا من مشكلة لا سمح الله وجاي ضربه في صدره لا ما في non traumatic عشان نكون على وضوح non traumatic الجزء الثاني اللي هو traumatic pneumothorax traumatic pneumothorax traumatic pneumothorax أيضا ينفصل إلى جزئين الجزء الاول ايتروجينيك والجزء الثاني accidental فالجزء الاول ايتروجينيك causes by invasive medical procedure واو Invasive medical procedure طيب مثل ايش عندنا one الخيار اللي سمح الله يمكن يكون من central vein cannulation الخيار ثاني يمكن يكون من plural tab or biopsy يمكن يكون من transpronchial biopsy أو من fine needle aspiration or اللي راح يهمنا احنا كRT البوزيس بروشر فانتليشن فا يهمنا كثير اننا لما نضع البيتشنت على الميكانيكال فانتليشن اننا نحدد التائد الفوليوم المناسب له هذه نقطة النقطة الثانية اننا نضع على brush control مناسب له اذا مثلا استخدمنا brush control mode نقطة ثالثة اننا نراقب البي اي بي اللي هو البروشر والراقب برضو البلاتو عشان البلاتو البروشر يعكسلك the pressure inside the الفولاي عشان ما يصير عندي ربط شر للالفولاي ويصير عندي leaking into the plural space وهذا راح يسبب لي traumatic pneumothorax لانها متسببة بسبب طيب النوع الثاني او التصليم الثاني اللي هو accidental بشكل مباشر هو injury to the thorax بمعنى البيتينت جاي من car accident البيتينت جاي من الطيحة طيح من الدور الأول لا سمح الله حصلت له مشكلة وفي سكين في صدرة في حديدة في صدرة هذه نسميها accidental او او اتضح معنا اذا اتضح معنا او سوينا الاكس راي وشمنا انه عند البيتينت نيمو ثوركس نصنفها بالبداع راح نقول مثلا traumatic traumatic نيمو ثوركس طبعا بالغالب ما يستخدمونها يعني في المستشفى لانهم يقولون عنده نيمو ثوركس بس اذا نبغى نكون مرة specific traumatic traumatic نيمو ثوركس causes السبب تبعها by accident accident وش هو accidental وش هو الحادث اللي حصل car accident causes لاب 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 وتستمر معاك يعني انت راح تشرح الحالة كاملة طيب النيمو ثوركس هلها تصنيفات ثانية نقدر نصنفها ك simple نيمو ثوركس بمعنى انه no shift of the heart or medistanial structure بمعنى انه ما صار عندي ميول للهارت تغير في مكان القلب ولا صار عندي ميول في التريكيا وهذه راح تشوفها من الاكس راي فمثلا اذا شفت الاكس راي راح يكون عندك نيمو ثوركس اوكي انت واضح معاك النيمو ثوركس اوكي ولكنها نيمو ثوركس simple نيمو ثوركس بمعنى انها ما سببت لي shift of the heart or medistanial structure tension نيمو ثوركس tension نيمو ثوركس there is a shift of the heart or medistanial structure بمعنى انت لما تشوف الاكس راي لما تشوف الاكس راي راح تلاحظ ان التريكيا رايح ال opposite side of the effect area فلو قلنا هذا ال lung مثلا وعندكم نيمو ثوركس side هذا التريكيا راح تروح للجهة المعاكسة القلب ايضا راح يروح للجهة المعاكسة طيب ما هي clinical manifestation ايش اللي راح اشوف على المريض clinical manifestation دائما راح يعني راح نلاحظ ان المريض يقول لك اشعر بكتمة بسيطة مثلا عندي chest pain اشعر بألم دائما هذة تكون مع primary spuntinous neblethorax ومع secondary spuntinous neblethorax طيب ما هو من العادة ما هو من العادة ان نشوف ال patient يكح او الكحات العادين ال patient يكح كطبيعي ما في مشكلة لكن الكح مستمر هذا ما هو يعني ما هو familiar مع ال neblethorax او hemoptysis ان المريض يكح دم او orthopnea او psynosis هذه كلها مع primary spuntinous neblethorax طيب ما هي clinical manifestation اللي يمكن نشوفها مع tension neblethorax دائما نحن نعني بالكلمة هذه ان ال patient وصل لحالات سفير فراح نلاحظ ان ال patient عنده distress تكبنك و تكبنك سينوس و ايضا راح نلاحظ ان عنده كيكاردك فالنقطة هذه عشان ما حدي لاخبط راح اقرارك المياه الان patient who is suddenly distress clinically يعني المريض كان تمام وفجأة صار لديسترس maybe suspected impatient ربما يمكن نلاحظها مع المرضى اللي على mechanical ventilation or cardiopulmonary desistuation اللي هو عملية اللي نعاش انك انت راح تسوي desistuation وراح تضغط على chest اللي هو chest compression فربما بشكل غير مقصود تسبب broken للربز ربز اللي هو الاضراع بتسبب لي rupture لل baratial layer اللي هو الغلاف او الغطاء المتصل بال ربز او ايضا تسبب لي مشكلة في الرئة وصير عندي انت راح تعطي ventilation راح تسوي bugging والair راح اوكي هو راح يروح للرئة وايضا راح يروح لل pleural space لانه سوي لنا سوينا له injury واحنا قاعدين نسوي لك cardiopulmonary situation طيب ما هي physical examination ايش اللي اقدر اسوي مع ال نيمو ثوركس دائما الخطوة هذه او النقطة هذه physical examination depend on the size of the نيمو ثوركس بمعنى primary spontaneous نيمو ثوركس ما راح نقيمها ك tension نيمو ثوركس كل حالة راح تختلف عن الثاني ولكن راح عشان ما نحوس شوي نكتب هنا او نحدد النقطة هذه depend on the size of the نيمو ثوركس طيب ايش اللي ممكن اشوف unilateral chest movement هذه الخطوة الاولى chest movement ما هو متساوي هذا الشيست تحس انه هنا شوي هنا نازل او العكس طيب the trachea may shift هاذا شرحناها في السمبل nemo thorax tension nemo thorax بمعنى انه لما تشوف الاكس راي راح تراحض ان trachea shift to the opposite side of the affected area percussion note is hyper resonant the breath sound لما تسوي لما تسمع صدر المريض راح تلاحظ انه عنده reduce لاحظ انه قلنا reduce ما قلنا على طول absent لان primary spontaneous nemo thorax يمكن اذا هي سفيرة شوي راح تلاحظ معاه انه عنده reduce في ال air affected بس ما هو absent ف the breath sound are reduced or absent on the affected side اتمنى لكم التوفيق اخوكم خادر بيشي طبعا في الفيديو القادم راح نتكلم عن treatment راح نتكلم عن x-ray ايش الاشياء اللي اشوفها في x-ray وراح استوضح فيها انه هذا المريض نعم عندني مثل راكس او لا ما عندني مثل راكس